السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم ألف عافية أخوان يوم جديد وموضوع جديد وصطح جديد بإذن الله طبعاً يا أخوان الحلقة التي ينتظرها الملايين على فكرة فيش حدا بنتظرها غير أكمل واحد طب الحلقة اللي أغلب الناس كانت تنتظرها والسطح الجديد اللي ما بيعرف يا أخوان شو قصة السطح هذا هذا سطح جديد راح نصور عليه بإذن الله ونكمل مسيرة القناة عليه إذا بدك تشوف السطح كيف كان قبل بتلاقي بالوصف تاع الفيديو الحلقة اللي صورتها قبل قبل السطح قبل ما يصير هيك اليوم راح نتعرف على السطح شو عملنا فيه متغيرات كيف صار شكل السطح بس يا أخوان نتمنى كل واحد فيكم يحط لايك للمقطع نستاهل لايك والله يتعبنا على السطح ولسه قدامنا برضه أمور يعني بدنا نشتغلها على السطح حط لنا لايك وعلق لنا تعليق حلو زيك ويأخوان في عنا ميزة شكراً جم زر اللايك تحت ميزة شكراً بتقدر تدعم المحتوى فيها وتكمل مسيرة الدعم معانا على السطح بحيث ان احنا نطور بزيادة على السطح طبعاً السطح لسه يعني جهز نوعاً ما كامل وللأمانة كل الشكر والتقدير والحب للدكتور أنس الداعم الوحيد والداعم الرسمي والأول للسطح وقف جمبنا ودعمنا لانه يطلع سطح جميل زي ما انتم شايفين بنوجه له كل الحب والاحترام دكتور أنس مشكور على دعمك الرائع طبعاً هاي طاعة الغاز اللي كان يقولي على السطح القديم انت راح نشتاق له طاعة الغاز تعقدنا مع واحد طاعة غاز جديد هاي موجود وصوته ما شاء الله جميل جداً راح ان شاء الله نعمل مع طاعة الغاز عقد سنوي ونصير نوقع معاه طبعاً يا إخوان نكسب الصلاة على الحبيب سيدنا محمد عليه أفضل والسلام يريد لايك تعليق ودعم للمقطع إذا بتقدر يعطيكو ألف عافية خليني لو خد جولي كاملة وفرجيكو شو عملنا على السطح طبعاً إخواني وحبايبي زي ما انتم شايفين هاي الخشش اللي عملناها هاي الخشش اللي عملناها جديدة خشتين زي ما انتم شايفين طبعاً الارتفاع تاعها من وراء من وراء 180 سنطي من قدام 170 ارتفاع ممتاز كل خشة إلها بابين تمام الخشة زي هيك عرض جاي ثلاثة متر هون ثلاثة متر وهون ثلاثة متر تمام عمق 125 طبعاً يا إخوان الفكرة الخشش أنا إجا شخص سوالي يوم كهيكل باقي الشغل هذا كله الجماليات وزي ما انتم شايفين هذا أنا اشتغلته بيدي حتى إخوان لما سوالي الهيكل كان الهيكل مش بزيادة أنا عدت عليه كله يعني الرفصة رجعت ثبتها لجناب ثبتها ضفت عليها بعض الأمور يعني مثلاً نفتح هنا الخشة طبعاً هون في جاي خشتين يعني جاي خشتين خشة أكبر من الخشة يعني هاي العرض تاحة مية وتمانين وهاي مية وعشرين يعني هاي بتيجي مية وتمانين وهي مية وعشرين هاي بتيجي أكتر حطيت علاقات زي ما انتم شايفين يعني برجيكم هاي العلاقات أنا ثبتها زي ما انتم شايفين تمام؟ كان فوق حاطلي صاجي مضلع حطت له فوم سكرته ومن بره سكرته هون فيه سيليكون زي ما انتم شايفين حشان المي ما تفوت كلها سلكنتها والفوم زي ما انتم شايفين عجناب سواء من فوق أو من تحت الانارة الانارة كاملة جوة الانارة كاملة جوة أنا سويتها يعني أغلب الشغل كله عدت عليها الخشش أمورها تمام هاي زي ما انتم شايفين كبيرة مية وتمانين يعني بتسعة طيور ليوم لطيور يعني نقدر نزيدها علاقات من زيد قد ما بدنا بس أنا عاملها هون يعني على عدد العلقات التسعة هون يعني إذا كتحكي ستين خمس ستين حبة تمام دهن العلقات زيت حار وبره هون زيت كمان حار عشان الخشب ما يفشفش أو يدود أو إلى آخره تمام الخش التانية زي ما انتم شايفين نفس الشي هاي أقل حجم هاي بتيجي مية وعشرين تمام ارتفاع مية وتمانين تمام الرفصة يعني حطناها كل هاي الترتان أخضر منظر جميل اللي كان عارف القبل طبعا هون عملنا برويز خشب ها خشب تمام يعني تكمل إلى الدكور بحيث يطلع منظره رائع ونخش التاني نفس الإشي الإنارة هاي اللي برة هي يعني إنارة لو نضوي هون هاي هون كبسات مددنا كبسات وكل شي تمام يعني لو نضوي هيك عشان ديني نهار يا ذوبك مبين فاصلين الكهرباء صحيح فاصل الكهرباء حط برضو عليهم قاطع حسن بشغلكم القاطع ونفرجوكو إياه طبعا في فوق هون حطنا كشفين ولسه فيه كمان كشف ما ركبته ما ركبته الحيط هاي اندهنت كاملة ورجع لورا اندهنت يعني الأغلب بتشوف الحلقة اللي قبل كيف كان منظر تمام كان يا ذوبك في خشب الزاوية هون وعملناها الصور هذا علي هون الصور علي وبرضو هون الصور علي وبرضو فصلنا السطح عملنا كمان هون صور هاي صور وباب تمام طبعا هذا يا إخوان المطير ما اشتغلت فيه بده شغل ولكن شغل بسيط الهيكل طبعا موجود بس بده جماليات رح نعمله كمنظر الخشش يعني طبعا المنظر يا إخوان فيه فرق يعني ما بلشت فيه نوعا ما حنبلش فيه البلاط برضو بجزء يعني نعمله جلية يعني يصير زي القزاز زي ما تشفين طبعا إخوان الحمام صالها تقريبا أسبوع ما طلعت أسبوع كامل ما طلعت أسبوع ما طلعت رح نطليح اليوم تشوف كيف تشوف السطح طبعا إخوان أنتوا يعني هسا بالفيديو قادمين بتشوف السطح قبل الحمام الحمام بظلت جوا لأنه شغالين إحدادة كهرباء دهان كسارة بنا فما فيه إمكانية أنك تطلعها إن شاء الله يا إخوان هاي الخشش رح تتعبى الحمام بحيث نعمل راس أول راس ثاني إشي للتقطيق ممكن نجيب عروق يعني ما شاء الله المكان واسع والخشش كبير بإذن الله هسا رح أضولكوا إياهم طيب خلينا ربعت القاطع أنا عشان الكهرباء يعني لو نكبس هاي الكشفات تشتغلوا كشفات تشتغلوا طبعا هذا مش إنه بيرمش بس ما التصوير ببين إنه بيرمش وما بيرمش شغال طبعا هاي الخشش هون اشتغلت برضو من جوه كإنارة ها هون بره هاي هون فين عندكم نيون في برضو هون نيون نخش بالليل منظرها روعة راح نعطيكو هسا إن شاء الله مقططفات برضو عنها كيف رح هيكون شكلها بالليل بإذن الله طبعا يا إخوان الخشش أنا بفوت فيها بكل أرياحية خيرنا ثبتوكو الكاميرا أفرجوكو كيف يعني زي ما قلت لكم الخشش بتفوت فيها بكل أرياحية يعني ما بتطمل بتودي لا بتفوت عادي بطولك طبيعي خشش كبيرة واسعة يعني يعني ما شاء الله بتسع زي ما بيحكم من الحبايب ألف تسع من الحبايب ألف طبعا يا إخوان زي ما حكيت لكم إن شاء الله راح يصير السطح أجمل وأجمل بس إنه إحنا تيجي الحمام ولسه برضو يخوان بيضل بعض التفاصيل اللي هي جماليات تفاصيل الأشياء الرئيسية الأشياء اللي بدها شغل عالي سويناها أنجزنا السطح يا إخوان بيعني زي ما بيحكوها برقم قياسي مع صعوبة ظروف الجوية شتا تبهدلنا كتير وإحنا نشتغل بالبرد بالمي الحمد لله أنجزناه برقم قياسي جدا عالي جدا عالي بإذن الله راح إن شاء الله نطلع الحمام هسه برضو نفس الشي راح نطلع الحمام بإذن الله ونشوف كيف إيش على الخشش الجديدة راح يكون أمورها خلينا نقص الإنارة طفق 100 مليا طيب خلينا يا إخوان نطلع الحمام وأنا يا إخوان أتمنى كل واحد وصل معي للفيديو هون يكتب لي رأيه قل لي شو رأيك بالشغل اللي أنا اشتغلته على السطح بالأمور اللي أنا عملتها اللي أنا جهزتها نتمنى الدعم يكون من الجميع يعني بداية جديدة إن شاء الله بداية جديدة وبداية خير إن شاء الله وعلا في حمام طايرة غاد لسه 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 طبعا إخوان زي ما قلت لكم الحمام صالها فترة مش طالعة يدو بقى نطلعها شوية برضو عشان إجا جو شتاء عليها خلينا هاي نفتاء عليها طبعا طبعا عسا بدنا نشوف ردة الفعل بتاعت الحمام ردة الفعل بتاعت الحمام بس تطلع عاية نطلعها طبعا طبعا مش قادرة تطلع الحمام مش راضي تطلع طلعوا طلعوا كيف صلعوا عشرة أيام مش طلعا طبعا إخوان هي يعني مستهجنة أمور السطح هاي زي ما انتوا شايفين هاي بلا شو ينزوا دخلينا نطلعهم يا بلا شو يطلعوا طلعا إخوان اللي بيطلع اللي بيطلع على السماء على السماء على طول يعني فيش ولا طير حط وين على الرفصة على السماء على طول بيطلعوا خلينا هاي خليهم يطلعوا براحتهم طبعا هاي تاع الغاز برضو رجع كمان يعني مش كور تاع الغاز هاي خليهم يطلعوا هاي ها صحي صحي طلع طلع ولا إشي على الرفصة خايفين من منزل الخشش خايفين من منزل الخشش طلعا كيه على السماء على طول طبعا هاي الحمام طلعك طلعا على جزئين هاي جزء وهي جزء طلعا كيه طبعا صلاة لفترة زي ما قلت لكم مش طايرة طبعا يا إخوان الصور هذا لسه بده دهان راح ندهان هذا الصور والصور إن شاء الله التانية راح يندهن هون تمام هون ممكن نعمل قاعدة نرفع هيك زي رفصة هون تصير قاعدة تحميك من البرد تحميك من الحم يعني قاعدات كتير برضو يعني الشقة التانية من السطح عملت لها الصور كامل جاهزة يعني تقدر تحط لها سقف بتصير أمورها برضو إيش عالي العالي طلعا كيه في الحمام هاي طايرة هنشوف منطرة على الرفصة اليوم طبعا منستلحم الطلعة طلعا في اثنين قاعدين بدهم نسوقوا طبعا أنا زي ما تشايفين ما صفرت لها ولا إشي خليها براحتها بتقالب شوف من هون خليها براحتها تقالب وطير لأن صلى فترة مش طايرة راح نبلش اللين فيها إن شاء الله نرجعها اللياقة عشان نصالها عشر تيام مش طايرة الحمام معنوية ما شاء الله عليها يعني شادة أمورها تمام برضو راح نجيب إن شاء الله حمام جديدة راح نأخذ إن شاء الله رأيكم بالحمام الجديدة اللي هنجيبها من ناحية أنواع من ناحية أشكال من ناحية ألوان طلعا مش اللهم حمام شادة معنو صلى فترة مش طايرة مع ذلك يعني من شاء الله عليها تقالب لك هو طبعا الحمام الجديد ان شاء الله اللي راح نجيبها راح نبلش فيها مع بعض اول باول كلياتنا مع بعض هذول مويدين هذول يعني قويات مش بطلات الحمام نقوي عليهم ان شاء الله نجيب قطعة وممكن نجيب كذا ولكن شوي شوي يعني على حسب الظروف ان شاء الله وعلى حسب الاوضاع بحيث ان نزودهم لانه السطح يعني اخد مننا والله كتير مبهود ونحكي برضو دفع مادي الدكتور انس ما قسر والله هو الداعم الرسمي والداعم الاول للسطح طلعا ايه ما شاء الله شدك الحمام والراح هاي شادي ومراعا طبعا زي ما قلت لكم هنا هيا الحمام خليها طايرة اه التفاصيل اللي حنسويها يعني ممكن هون بالنص نجيب خشب ديكور نحطه تمام اه بالزاوي هون ممكن نجيب قنون ممكن بعد مريدها الحيطة نزبطها قنون على مستوى الحيط ممكن هاي تكون اه للنزع ايش مريد تفصله الى اخرة اه بشكل اه جميل جدا هذا راح يتعدل ان شاء الله ولكن اخدنا وقت اخد مننا كتير وقت شغل السطح فما قدرنا نعدله بده تعدلات بسيطة مدام الهيكل موجود بصف عندك ادهان بصف عندك الشبك بصف عندك البواب هاي امور ان شاء الله بتتسوى تمام هون الشبك عشان احنا الدنيا شتا راح نغطي نغطي بحية ما يفوت مي او هوى اه طيار هوى اه على الحمام يعني نوعا ما امور السطح تمام طبعا الحمام ساقت راحت اوه راحت والله راحت الحمام هاي لسه قاعدة بتقالب لجوه طال الحمام طالع مستلحمة 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 طبعا اخوان فيها برضو الخشة هاي اللي كان فيها الحمام الجديدة وفيها اكم من حب مريحينهم تمام يعني ذي الشلبي نرسة بوجه تمام اه مسود القراكطة المنفاخ المزهوة الاسود الكنج تمام فيها هون اكمل حبه كمان هاي و ما شاء الله موجودات برضو هدول باذن الله راح نطلعهم نزبط امورهم وانتك تكون وراه الحمام الحمام ساحبت تحت هاي هاي خلية هاي سنشوف استرجع استرجع بذي شو كيف تتحط على الرفص انا بس داع بكيف تتحط طبعا يخوان طلعوا هاي الحمام صارت انا يدوق بشي فا سنشوي وينها وينها نترجع ارسال تقريبا ايوه طبعا الشمس بعيني هيا جوة فاتت طبعا هي فيها كم طير خالب فيها كم طير يعني هاي جوة قاعدة بتجلب طبعا يخوان هاي الحمام ايش مستلح مع الطيران مستلح ميه مستلح مستلحام ايه جوة ثم وصار راح هيك مش شايفة لا بالعين المجردة ولا بالكاميرا هيك شو مبينة راح طبعا استلح ميه صالة فترة مش طايرة وظلت ساقة جوة خليها هسا ان شاء الله بس ترجع نصول فيها بصورها على الرفص ايك شوف جملياتها هي على الرفص ان شاء الله طبعا اخوان يعني قربنا تقريبا على المغرب الحمام زي ما انتم شايفين طاير هاي 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 هنطلع جزء الثاني من الحمام فصلتهم انا خليكم نطلعهم طبعا هي طلعوا الشباب هاي 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 ه طبعا النوري كاين مقطوع اي رد رجح النوري كاين اياش مقطوع ونراحوا ايو ايانس يا اخوان بس ينزلوا ان شاء الله عن رفصة اصولكم اياهم نشوف شكلهم عن رفصة والحمام ان شاء الله اللي حتيجي جديد نشوفه عن رفصة طبعا لسه فيه الحمام الجديد اللي نمزاهه على المنفاق نمسود طالبولندي الابيض مات جل في القراكتا قيد العلاج شوية عبال ببين شكلهم وانظرهم بشكل احلى عن رفصة والحمام ان شاء الله اللي رايح نجيبها جديد للسطح ونعب الخشة كبيرة زي ما قلت لكم من الحبايب مش الف ساعة من الحبايب كثير خلينا نشوفه طبعا زي ما حكنا لكم اليوم ناشي نشد عليهم اليوم طلعين شوي على الهدى يعني هايهم قراب مش راضي شد عليهم هاي طلعون هاي ووق بس اخليهم شوي يمسكوا برمي بده شوف كيو دي حطوا على الرفصة طبعا الليوم متعودين على الخشة القديمة بالزاوية هاي وكانت أوطى بكتير يحطوا عليها اما بالنسبة بس خشتين متعكد حيحطوا بالزاوية هاي لانه ما حطهم هيك همه وان شاء الله بكرا بس يوالفوا على المكان هاذ لانه كان السطح يا اخواني شايفين الخط هاذ هذا الخط خط الصوري اللي كان على الخشة كان السطح بس هيك لهون بس لهون يعني اقدر الخشة هاي فلما كبر السطح صار اكبر اوسع صار معاه ساحة كبيرة كمام اختلف عليهم الجو طبعا هيك احلى السطح يكون اوسع واريح للحمام طبعا هون كان فيه برضو خزانات هاي مكانهم معلم كل اشي انشال طبعا الشمع كانت هون فيه حدايا كتير بارزة رايحة يمين شمال هاي هون كمان برضو انشالت بحيض انه السطح يكون فاضي ازا ما تشايفين زي هيك خلينا هسا هسا بستيجي تحط صورها طلعني اخوان هتطلعوا هاي الحمالان نشوف محطة طلع 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 نجزة نجزة من الرفصة طلع 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 كيف خبط وخبط نجزة 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 من الرفصة خلنا نقوم اقرب على اليوم شوية طلع هاي الشيخ شلي شرافه طب الحلو بالموضوع هاي اخوان ايه طلع 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 كيف هاي الشفار كمان هسنزل العلو انه حفظين المكان يعني المحط عندهم على الشقة اليمين طلعوا مثلا الرفصة هاي فاضي فش عليها ولا بني ادم ولا طير ولا ما يحزنون الشباب كلها حطت وين؟ على الرفصة هاي ايه طيب لو نحاول نرحل منهم نرحل اه هاي فيه البوز رحل يلا بلش يرحل حلو يلا احفظوا الرفصة ممتاز فز بوجه راح عطاها طيب بس تقرب عليهم بفزوا المشكلة تقرب عليهم بفزوا طيب ننحوضهم ان شاء الله على الرفصة هاي تمام؟ يصير المحط كامل ها هاي برجيك ارجع بضل في الشفر هاي هاي حاط يعني بتحاول انك ترحلهم طيب ارحلهم ايه بفزوا طبعا يا اخوان قصة الرفصة هاي بتعودوا عليها ان شاء الله شوي شوي يعني لسه مستهجيني الموضوع تركهم براحتهم اليوم لقهم ايش لحال ما بلشوا يلعبوا ببلشوا يرحلوا طبعا يا اخوان فرجناكو السطح فرجناكو ان شاء الله المتغيرات اللي صارت فرجناكو كل اشي ولله الحمد يعني الامور ان شاء الله بداية خير بداية خير لنا ولكم ان شاء الله تستمتعوا مع بعض معانا بالفيديوهات الجاي بالامور كلها ان شاء الله راح نسير نفرجيكو شو فيه ايجابيات بالمكان شو فيه سلبيات طبعا اكبر سلبية انه فيه البناية اللي ورا هاي الطويلة هاي اخوان مليانة حمام بلدي يعني لو ما يفزوا يعني انت بتحكي قاعد على 300 طير بلدي بفز شوية بيخرب هاي خليها تحط خليها شوية طبعا يعني الشفر كان دو عطع الرفصة هاي ما حطش هاي طبعا يا اخوان هيك ان شاء الله بنكون وصلنا نهاية حلقتنا ان شاء الله حلقتنا عجباتكم اليوم لا تنسونا من دعمكم دعم المقطع لايك اشتراك كده بش مشترك وزي ما نأكد عليكم طبعا الفيديو بتاع السطح قبل التعديلات هيكون بالوصف تحت بتلاقي الفيديو موجود تقدر تحضروا تشوفوا قبل وبعد يغطيكو الف عافية السلام عليكم